إذن كانت هذه جزء من مظاهرات جامعة الإسكندرية التي ما زالت مستمرة وكذلك تشهد العديد من الجامعات والمدارس الثانوية مظاهرات لليوم الرابع على التوالي من بدء العام الدراسي إضافة لأكثر من ثمانين يوما من الاحتجاج منذ الانقلاب العسكري انضم إلينا الآن عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين القيادي إبراهيم منير مرحبا بكم مرحبا بكم نعم أستاذ إبراهيم تصريحات أوباما أمس في خطابه الشامل في الجمعية العامة لأمم المتحدة تناولت فيما تناولته الشأن المصري وأشار إلى الرئيس مرسي وأكد أنه منتخب دموقراطيا ولكنه فشل في إدارة البلاد وعليه كان ضرورة الانتقال لحكومة انتقالية بعد تدخل من المؤسسة العسكرية كيف تقرأ هذه التصريحات لأوباما بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن تصريحات ابتداعا أمر جيد أن تظل مصر في بؤرة الحدث في العالم رغم محاولة الانقلابيين ومن خلفهم وعلى رأسهم أوباما أو الإدارة الأمريكية أنه تمسي هذا الأمر واعتباره انتهى وكأن مصر خرجت من خريطة بؤرة الاحتمام السياسي في العالم فتظل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدماء التي سالت على الأرض المصرية ثم استمرار الحشود الشعب المصري والوعي الذي استرده الشعب المصري يستطيع أحد بإذن الله أن يعيده مرة أخرى يلقمكم أتصور هذا الذي فرض الشعب المصري بإرادته التي أراد الله سبحانه وتعالى أن وهباه الله إيها بإرادته والذي فرض على أوباما رأس هذه الدولة التي تعمل بإفساد منطقتنا الذي فرض على هذه الدولة على رأس هذه الدولة أن يذكر مصر حتى ولو بهذا النقد غير الصحيح وبهذا النقد غير بناء كيف يقول أوباما أو هو رئيس دولة تقول أن الديمقراطية هي الأساس والديمقراطية تعني في عرفهم وفي أعراف العالم كلها أن هناك رئيس يأتي لمدة وإذا يوافق عليه الشعب يأتي لمدة محددة ثم يحاسبه الشعب بعد تداء هذه المدة كيف نقول أنه فشل في سنة ولذلك قام الإنقلاب العسكري وهو يعلم أن الذي أفشل أو الذي حاول أفشل ما قام به الرئيس محمد مرسي طوال هذه السنة هم الإنقلابيون العسكر أعوانهم وهي الدولة العميقة كما يقال في مصر التي يعلمون كل تفاصيلها إضافة إلى الضغوط والممارسات التي مارسوها هم والإرشادات التي كانت تأتي من السفارة الأمريكية للعسكر وعوانهم الليبراليين وعلمانيين وإضافة أخرى إلى الشباب أو البعض الذين كانوا يستضيفونهم في الغرب وأمريكا لتعليمهم وتدريبهم على كيفية الانتفاضة على الحكم أقول هذا الكلام هو يعلم أنه أساس شريك في هذه المؤامرة ثم يقول أن الرئيس مرسي فشل إذا أنت تنظر إلى أوباما أنه شريك في المؤامرة على الرئيس مرسي من خلال عمل خفي للسفارة الأمريكية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية خلال فترة حكم مرسي يا سيدي أنا لا أقصد أوباما بالذات ليس تبريئة له إنما الإدارة الأمريكية التي كانت تقوم على تدريب النظام الأمريكي الإدارة من التقامل تدريب قيادات القوات المسلحة كل قيادات القوات المسلحة منهم الجنرال السيسي ورئيس أركان حرب الموجود الآن كانوا يذهبون إلى أمريكا في دورات سياسية وليست دورات استراتيجية أو عسكرية إنما دورات سياسية كيفية عمل أو إنشاعة الديمقراطية بالمفهوم الأمريكي وبدور الجيش فيها وهي الرسالة الماجستير التي قدمها الجنرال السيسي واعتمدت أمريكيا وبناء على هذا اعتمد كأحد مسؤول الجيش المصري وأحد الذين يتواصل معهم العسكر في مصر الأدر الأمريكية مع العسكر في مصر يعني أنت إذن نعدل العبارة ونعتبر أن هناك توجيه غير مباشر من الأمريكان للقادة العسكريين في مصر أوصلهم إلى هذا السياس أنا أسر على اللفظ الحقيقي توجيه مباشر مباشر نعم هو توجيه أنت تقول أنه مسألة تدريب لا لا كان يدربونهم يدربونهم ثم يعتمدونهم هل هذا يصلح للتواصل معهم والتعاون معهم هذا الشخص حريص على مصالح الإدارة الأمريكية وعلى التوجيهات الإدارة المستركية استراتيجية فيعتمدون هو يكون هو طب مدامة أمريكا راضية عن هذا السياق لماذا لا تدعم السلطة الإنقلابية بشكل أكبر مما هو حاليا لأنه حاليا تظهر شيئا من المد والجزر في التعامل مع السلطة الإنقلابية إذا كان هذا التعبير وإن كان واحد أيضا ليست واثقا من أن الدعمه مستمر إنما هو لأنه فشلت الإنقلاب فشل في تسويق نفسه وإثبات قدمه أو أقدامه على الأرض هم كانوا يتصورون كما يعني كان يصرح يعني يتعاحد بين الإنقلابيون أنه في ظرف أيام أو أسبوع على أكثر عشرة أيام تنتهي الأمر وثبت نفسه وذلك جاء سيسي لكرس نفسه كبطل قومي لتحرير الشعب المصري والإرادة الشعب المصري والعادة الديمقراطية ثم حدث ما حدث من بلاء وفساد على أيده وأعتقد هذا الكلام هذا ما كان ما لم يكن يتوقعونه منه ومن سوء إدارته يعني إذن سيسي خيب فشل من راهن عليه من الغربيين لتحقيق أهدافهم وغير الغربيين وغير الغربيين حلفائهم من العرب وحلفائهم من الإنس والجن طيب يعني رغم أن دبلوماسية الرئيس مرسي قد تواصلت من البداية مع الأمريكان وحتى على موضوع السفير في مصر والسفير الإسرائيلي في في مصر والسفير المصري في إسرائيل مع كل هذا إلا أن أوباما أمس يتحدث ويقول أن الرئيس مرسي لم يطبق اتفاقيات كام بديفيد أو عطل العمل بها سيد الله أنا أقول أن الرئيس مرسي كان عليه كان عليه أن يظهر للناس حقيقة مؤامرة اتفاقيات كام بديفيد التي لا أعلم كثيرة عن المصريين عن بعض خفاياها وإذا كان قد تم تجميد العمل بها زي ما كما يقول وهذا أمر طبيعي تطور طبيعي من الشعب المصري تطور طبيعي لمسار الاتفاقيات مع إسرائيل التي لم تحترم في يوم من الأيام أي بند من بنودها فهذا تطور طبيعي أن يأتيه في عهدة الرئيس مرسي هذا أمر طبيعي لكن مغامرة الرئيس مرسي في هذا الملف دفع ثمنها مقعده وقعده وكرسيه ولو أجلها قليلا لا تمكن أكثر من السلطة كما يقول البعض يا سيد الكريم يعني أقول أن الرئيس مرسي لم يكن مقبولا من أول يوم من أول يوم كما صرح البعض الآن الجنرال شفيق الذي يؤدي المزال العمر أكثر من سنة الآن في دبي ذكر وصرح أنه كانت الدولة المخابرات والأمن كانوا يعملون ضد مرسي وكانت تصله الأخبار يوم بيوم على أمل أن يعود مرة أخرى وكان يصرح أنه بعد أيام سأعود بعد أيام سأعود كان هذه الأمان يتصل إليه فمن أول يوم والرئيس مرسي مخارب لم يكن الرئيس مقبولا مقبولا ممن من يومه الأول مقبولا من أنصار حسن مبارك ومن أنصار الدولة العميقة ومن رأس مال الذي من الداخل معروفين ولكن من الخارج من الخارج أن يأتي رئيس ديمقراطي مدني ديمقراطي بإرادة حرة في مصر هذا غير وارد على الأطلاق لغير مقبول في المنطقة ولكن الغرب دائما يسوق نفسه بأنه داعم للديمقراطية ومؤيد لها وهو أيد ما جرى في تونس وأيد ما جرى في مصر وباركة يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم يا أخي هذه قائلة يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم هي مجرد نفاق الكل كما يصرح أوباما الآن بصراحة الكل يريد أن يأتي حاكم عميلا لهم أو يرعى مصالحهم قبل مصالح بلده حفاظا على كرسي وهذا لم يحدث مع محمد مرسي رئيس محمد مرسي بفضل الله سبحانه وتعالى وعصى ما والله سبحانه وتعالى من أن يكون حرصه على كرسي أكثر من حرصيه على بلده طب في البداية راهنا كثيرون أن الأمريكان سيقفون حجر أو عصى رحى في دولاب الرئيس مرسي لكن في البداية كان هناك شيء من التعاون شيء من التنسيق شيء من تبادل اللقاءات إلى ريكلينتون تواصلت مع إدارة الرئيس مرسي أكثر من مرة سيد التطبيع لأنه لابد هذا التواصل لم يكن بقصد الود ولا المرحمة كان بقصد التطويع أن يطوعوه أن يحاولوه حرفه عن بساره بإغراءات بأشياء أحيانا قد تكون وعود براقة حفاظ على كرسي حفاظ على دعو ما هي أكثر الإجراءات التي اتخذها الرئيس مرسي وأزعجت الدوائر الغربية وبعض الدوائر العربية وإعلانه الصريح من أول يوم أن مصر لابد أن تمتلك غذائها ودوائها وسلاحها ولا يمكن مقبول في منطقة في مصر على الأقل أن تكون هناك دولة تمتلك غذائها وسلاحها مطلوب أن تبقى عالة على غيرها في الغذاء والدوائها والسلاح حتى لا يكون قرارها حتى لا يكون قرارها في أيديها يا سيدي عندنا غندي عندما أراد الأمريكان أن يقفوا مشروع إنتاج القمح عندها والغذاء الكافي رفلت واستمرت في خطتها وفي مشروعها الهند صاحبة المليون نسمة الآن غذاءها تنتقوه بنفسها وفي نفس الوقت كانت مصر تتابعها في هذا الوقت الذي بدأت من مصر كما يقول غلون الإنهاء الملكية الفاسدة وبدأت كمفروض مصر يتسير في هذا الاتجاه إنما رضخ على الحكم رضخ على العسكريون للإرادة الأمريكية حتى تظل مصر لا تتتمد على أغذائها إلا على الخارج هذه هي الخطة الموجودة وجاء الرئيس محمد برسي وهو يعلم تماما هذه الخطة فكان إعلانه الأول أن مصر لابد أن تمتلك غذائها ودوائها ونورات التي كانت تأتي ضيف يأتي ويزور وضيف يزعب محاولة لخلخلة هذا الأمر وذلك الغريب أن الدكتور باسم عودة صاحب هذه التجربة الرائعة في ظرف أقل من سنة والتي انتعش فيها الاقتصاد المصري أو الغذائي المصري الآن تحسن فيها رغيف الخبز المصري رغيف العش وأصبحت هناك خطوات جادة وبداية جادة لو استمرت سنة واحدة أيضا نستغنى الشعب المصري عن أي قبح يأتيم الخارج الآن يتهم أنه كان يحرد على قتل المتظاهرين والآن هو اتهم بحرق أو قتل المتظاهرين هو متهم بالتحريد وهناك قتلى وليس وإين هو القاتل وإين هو الجاني الحلقة المفقودة في النصر كان الجريمة الثلاث محرد وقاتل وقتيل المحرد موجود والقاتل موجود إنما إن القاتل الذي كان يحرده باسم عودة هذه الحلقة لا يستطيعون الآن ببنتها الفجر والدناء يسرون على هذا الاتهام دون أن يعلموا أن هناك بند في هذه الجريمة أو ركني في هذه الجريمة لابد أن تتم محرد وقاتل وفاعل محرد وفاعل وضحية المحرد أوجدوه والضحية موجودة أمام كل الخلق إنما أين هو الفاعل الفاعل مستتر التقدير وهو هم كما يقول في سياق متصل قال وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب أحمد البراعي أن الحكومة الانقلابية قررت الثلاثاء تأجيل تنفيذ الحكم القضاءي بحضر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن بما يعني صدور حكم نهائي في الدعوة التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحضر يأتي ذلك بينما أعلنت الجماعة أنها ستطعن بالحكم الصادر بحضر أنشطتها المزيد في هذا التقرير للزميل جهاد أبو فلح مسيسة بامتياز هكذا وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار القضائي بحضر أنشطتها وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكاتها الجماعة التي يمتد تاريخها إلى أكثر من ثمانية عقود أعلنت عن عزمها الطعن في القرار الذي اعتبرته ترجمة لعودة الدولة البوليسية للبلاد وبموجب القانون تستطيع الجماعة الطعن بالقرار لكن برأي البعض لن يغير من الواقع في شيء سواء نجحت الجماعة في خطواتها القضائية أم لم تنجح قرار الحضر لم يكن مفاجئا وفقا لتطورات وتداعيات الأحداث التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي منذ ذلك التاريخ أصبحت الجماعة محظورة بعرف حكام مصر الجدد وجاء الحكم القضائي ليبرر الإجراءات العرفية التي يتعرض لها الإخوان الآلاف من قيادات وأعضاء الجماعة وأنصارهم أصبحوا خلف قطبان السجون أو مطاردين مطلوب القبض عليهم مقرات الجماعة كان مصير بعضها إما الحرق بأيدي قوات الأمن ومجموعات البلطجية التابعة لها أو الإغلاق لأسباب مختلفة أو الهجر بعد اعتقال كل زوارها وكان القضاء المصري أصدر قبل أسابيع قرارا بالتحفظ على أموال قيادات إخوانية وأخرى محسوبة على التيارات الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم تعرف العلنية منذ حضرها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إثر اتهامه للجماعة بمحاولة اغتياله فيما صار يعرف بحادثة المنشية منتصف القرن الماضي وظلت علنية الجماعة مرتبطة بالتقلبات السياسية إلى أن عادت وأشهرت عن نفسها في عهد الرئيس محمد مرسي بل وأسست دراعا سياسيا لها باسم حزب الحرية والعدالة خاضت من خلاله كافة المعارك الانتخابية الرئاسية والتشريعية الحديث عن القضاء يصلح في دولة ديمقراطية تحترم القضاء أما في مصر اليوم فالحديث عن القضاء جزء من ترف العيش فالحاكم بأمره لا يفصل بين سلطات الدولة الثلاث يعني دعني أقتبس عبارة جهاد وهو يتحدث أن الحديث عن القضاء في مصر جزء من ترف العيش على ما يبدو والله للأسف الشريد الآن وصل نظرة الناس القضاء الآن أنه لا فائدة منكم لا فائدة منه كلمة خفيفة أعبر بها عن يعني حتى لمجرد بس الحفاظ على اسم القضاء في مصر القضاء الآن في مصر معروفة أصبح الآن جزء من دوات الدولة الباطشة ولا يعترم قانون ولا يعرف شيء عن القانون ولا حتى عن الإجراءات القانونية محكمة الأمور المستعجلة التي تم رفع الدعوة إليها من جهة غير مسؤولة يقولون أنه من حق أي مواطن وهو حزب التجمع الشيوعي حزب التجمع الوحدوي وهو أصبع المركزيين الموجودين في مصر فشلوا في إنه إيجاد لهم أرضية على أرض مصر وبينهم وبين الإخوان الثقر حتى أن يترك الحكم العسكري الحزب التجمع أن يقوم بهذا الأمر أعتقد أنه يعني كانت هدية وردة قدمها لجماعة الإخوان المسلمين حتى أعلم الناس في مصر من هم أعداء جماعة الإخوان المسلمين من هم ها حزب التجمع أنا لا أعترض على المركزية ولا على الشيوعية ولا غيرها إنما هذه المجموعة اللي بيسموها في مصر عواجز الفرح التي يأست من أن تكون يعني يكون لها عن طريق الشعب وجود على الأرض هي التي دفعت المحامي مهن هذا دور يقوم به أي شخص والغير أن المحامي عضو لغن الحريات في هذا التجمع في هذا الحزب يعني متناقض العجيب يعني هو الذي أي أن كان الأمر هذا الحكم أصلا أمام محكمة الأمور المستعقلة لا محل له هذه المحكمة ليست مختصة بهذه القضايا أمور المستعقلة ليس هناك أمر مستعقل وحقيقة الأمر الحل بدأ وحرق المقرات بدأ زي ما كما رأينا في التقرير حرق المقرات بدأ وعتقالات الإخوان بدأت فورا صدور القيارة من قبل صدور الترى فالحل موجود من ثلاثة يول أرادوا إخراجه واستعملون عملاء لهم يحرقونهم بعد ذلك ليس مهما إنما يأتي وزير التضامن يقولون أنا سننظر وأول بقس سننظر حتى يأتي القرار النهائي أنا أعرف أن بعض إخواننا المحامين في القاهرة وفي مصر ستأتيهم النخوة والثورة وسهد فعقول القضاء أنا أرجو أن لا يرفع أحد أنا شخص يعني ودارس القانون أرجو أن لا يرفع أحد أي قضية لاستئناف هذا الأمر هل هو قرار من مكتب الإرشاد بعدم الاستئناف؟ لا ليس قرار من مكتب هذا قرار هذا رأيه الشخصي يعني إنما معروف أنه كل أخ أن المحامين ما هي مهمته؟ مهمته تصدي لازم إذا إحنا تحدثنا عن صلاحيات تنظيمية أو صفة تنظيمية في الإخوان قد تكون أنت من أعلى الصفات التنظيمية التي موجودة الآن خارج السجن لأنه باقي القيادات في السجن فنعتبر أن القيادة عضو أعلى سلطة في الإخوان وهو مكتب الإرشاد عضو مكتب الإرشاد إبراهيم منير يطلب من أنصار الإخوان وأحبائهم في مصر أن لا يرفع أي دعوة استئنافية للقرار؟ أنا رغبة شخصية وليست رغبة الجماعة أنا أقول يعني هي هوى شخصي في نفسي أن لا يتقدم الإخوة المحامون كل أخي في هذه الجماعة يعلم ما هو واجبه المحامي في هذه الفترة يعلم أن واجبه أن يتصدى لمثل هذه الضلالات القانونية بقراءة قانونية طب لما يجوا يحكوا في الأخبار وفي المقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطعن في قرار الحكم الصادر بحضر أنشطة الجماعة وذلك على لسان محمد علي بشر القيادة في الجماعة طب هو لمن عاد عندما أخذ لا مهازك أخونا دكتور بيش أو أنا لو طلب مني رأي رسمي سأقول لا لابد أن نذهب في قضية وهذه إجراءات نقول فيها نقري في المسارين مسار القانوني الذي فرضه علينا هذا المجتمع نحترمه حتى نزل للمجتمع أننا نحترم القانون ونأخذ حقنا بين القانون وليس حقنا بخارج القانون هذا هو المسار الطبيعي لجماعة الإخوان المسلمين لم يعد هناك قانون هذه الجهة التي تطعنون أمامها هي أصلا جهة غير شرعية ضمن سلطة انقلابية بالأخير هذا تحصيل حاصل إنما يعلم الجميع أننا نأخذ حقنا بالقانون حتى بالقانون الذي وضعوه هذا القانون حكم باطل أصلا باطل تماما لأنه رفع إلى دعم محكامة غير مختصة والحيثيات التي جاءت فيها غير حقيقية ثم أنه تناول شعنا سياسيا وليس شعنا قضائيا هذا معروف يعني إنما لماذا نطق القاضي بهذا؟ يسأل عنه القاضي ومن خلفه ومن المساشر أحمد ميكي يقول أيضا أن المحكمة بثت في قرارات لم يطلب منها أصلا أن تبت بها حتى رافع الدعوة لم يتطرق إلى بعض التفاصيل التي خرج بها القرار نعم وذلك نقول حكم باطل أصلا يعني منحة جماعة الإخوان المسلمين أن تسير في كل المسارات الشرعية والقانونية المقودة في مصر إنما أنا هويا الشخصي حتى يظهر هذا البلاء أمام الناس إنما لو سألت بشكل رسمي على الإخوان أن تسعى في هذا الكلام بشكل قضائي هناك من يقول أنه لن يكون للحكم أثر على الأرض لأن المقار مغلقة بالفعل لكن البعض يتحدث عن الأموال وأن هناك ملايين الدولارات سيتم التحفظ عليها هل الجماعة أموال وممتلكات في مصر يسهل للدولة التحفظ عليها؟ وعلى الدولة أن تعلن ذلك إن هذه الأموال ومتلكات التي تمتلكها الجماعة وعليها إذا صدرتها أن تعلن عن مصادراتها حتى قالت أنها ستصل في القرار إلى الأموال المنبوكة باسم الأفراد ابتداءا تم الحجز على مجموعة من أموال الإخوان بعضهم موظف بعضهم أساتيزة في الجماعات بعضهم رجال أعمال تم التحفظ على أموالهم بدون وجه حق يعني هذا الكلام الدولة تأخذ إجراءات بلا قانون يعتقل الناس ثم ترجع لهم الاتهامات حسب مقدر كل واحد ودركته في التنظيم فالدولة أصبحت بلا قانون أليست هذه الضربة الأشد في تاريخ الجماعة؟ لا ليست هذه ولا كلها تقريبا إذا قلنا أنها متساوية صحيح عدد الضحايا والشهداء كثيرين وبشكل يعني بشع وبشكل جارح أمام الناس كلها لم يحدث في تاريخ مصر حتى في عهد عبدالناصر ولا في غيره ولا في عهد الملك ولا العسكري الأسود اللي كان مشهور في الأربعينات ولا كشح للجسس بهذا ولا حرق للجسس ولا حرق للمرضى الجرح الأحياء إنما هذا حدث كل العالم كله وكل محنة تأتي أو كل ضربة تأتي يكون تصور صاحبها أنه هو الذي يستطيع أن يقدر الجماعة الجماعة في أهد الف وتسامة وللفضل الله سبحانه وتعالى أنه لم تأتي أي ضربة الجماعة عن طريق محكمة بدنية أو عن طريق محكمة يمكن أن يثق بها الناس إنما كلها كانت تأتي عن طريق الحكم العسكري في عهد في 1948 كان الوزراء حاكم عسكري وفي وقتل الإمام البنى في عهد الحاكم العسكري وفي 54 كانت محكمة عسكرية وفي 65 كانت محكمة عسكرية وفي 95 كانت محاكمة عسكرية لا يستطيع وفي 95 قدمت الإخوان لمحاكم مدنية فحكمت براءتهم فعلى حسن مبارك تخديمهم إلى محاكم عسكرية هذه كلها تأتي عن طريق محاكمة عسكرية ولم يثبت حكم قضاء واحد بحل جماعة الأخرى المسلمين عن طريق محكمة بدنية يسق فيها الناس وعن طريق محكمة بدنية حتى مجرد أنها محكمة بدنية أليست محكمة الأمور المستعجلة مدنية؟ ليس أنا سيد الكلمة إذا كان حتى القضاء يقولون أنها حكمت في غير ما رفع إليها من اتهامات في ظل الحكم العسكري لأنها جعت في ظل الحكم العسكري من خلف هذا القاضي؟ معروف النيابة العامة التي تصدر مئات قرارات الضبط والإحضار في اليوم حتى تمسك المتهم من الشارع وبعد أن يذهب للسجن تصدر أمر ضبطه وإحضار وإتهام هذه مشكلة الدكتور محمد بورسي عندما قال أن القضاء لابد أن يتطهر صورة 25 ناير خارجت لأن القضاء كان فيه فساد وبعض القضاء المحترمين يقولون أن هناك في القضاء فساد كيف يكون أحد المستشارين الكبار جدا في السن وفي الدرجة وليس في المقام أن يكون متهم بأنه استولى على أرض بغير وجه حق وتبقى يبقى الاتهام معلق دون البحث ودون الخشية من أن يخرج هذا الاتهام حتى لو أصبح باطل أو كان باطلا دون أن يتقدم بنفسي إلى محكمة لتصدر رأيها في هذا الاتهام إنما يعمل على أن يبقى ويبقى الاتهام معلق برقبته يا سيد الكريم هذا المحرس عليه حسن مبارك تولى 30 سنة وهو أعمل على أن يجد جزء من القضاء يمشي في ركاب الحاكم بلا ضمير وبلا هوية نعم إبراهيم منيري ينظرون لك في كثير من وسائل إعلام المصرية المحلية باعتبارك المرشد العام للإخوان المسلمين في ظل اعتقال المرشد العام ونائبيه وأن المرشد يدير أعمال الجماعة من لندن كيف تعلق على ذلك؟ كيف يدير أواه في السجن يعني؟ حضرتك أنت تدير أعمال الجماعة؟ أنت مرشد قائم بأعمال المرشد؟ لا لست مرشدا ولا أنا مجرد أخ صغير في أخ الصف تعودوا مكتب الإرشاد والمرشد العام ونائب المرشد العام النائب الأول والنائب الثاني كلهم معتقلون لا يحد جماعة الوقت المسلمين المعتمدة والتي يعلمها كل الناس أنه لا يوجد في لا يحد جماعة الوقت المسلمين من يقوم مقام المرشد المرشد له نواب لكل نائب اختصاصات فإذا أوكل المرشد أعماله إلى شخص آخر بقرار من المرشد هذا القرار لم يزد من المرشد والمرشد لم يفقد أهليته والمرشد ما زال حتى لو كان في السجن أنه حتى إذا قيل أنه لا حكم لأسير ولا مختطف وأقول هذا الكلام مرت عليه جماعة عندما اقتقل الأستاذ حسن خضيب يا رحمة الله والمرشد الثاني الجماعة وظل مغيبا 19 سنة تقريبا بين السجن والاعتقال والحجز في البيت والحراسة في المستشفى ظل هو المرشد وليس هناك قائم في الأعمال ظل هناك المرشد ونوابه كانوا في السجن أو بعض وعضاء المكتب الرشاد في السجن وليس في اللائحة ما يقول أنه إذا مرشد اعتقل أو سجن أنه هناك قائم في الأعمال اللائحة موجودة وكل فرد في الجماعة يعلم مواجباته ومهماته يسعى إليها ويسعى إلى تنفيذها بشكل آلي من ضبط بفرل الأسبوع تعالى إذا أردنا أن نستوعب ذلك نفهم أن المرشد بهذه الحالة منصبه سياسي شرفي تمثيلي أكثر من أن يكون إداري تفصيلي لا ليس منصب الشفري أن نقول الآن شرفيا ما يقولونه الآن بعض الرسل التي تأتي من العسكر يحاولون التفاهم بعض الإخوان نقول لهم الباب الجماعة هو المرشد كما أن ما يخص بطن المصري كله بابه هو الرئيس المرسي أو الرئيس الشرعي ما يخص جماعة الإخوان المسلمين أن يعاد إلى المرشد حتى لو كان في السجن وهذا ما كان يقوله الإخوان أيام حكم عبد الناصر وأنما كان الإخوان مغايمون في السجن وكان الأستاذ المرشد إما في بيته أو محجوز في المستشفى أو في السجن عندما كان يأتي كان هناك محاولات أيضا في أواخر حكم عبد الناصر محاولة حالة الأمر فكانت تأتي بعض الضباط الأمر أو بعض المرسلين من عندي نقول لهم عودوا إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين نبقى في السجن وإنما يبقى المرشد هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر يستشير من يشاء من جماعة الإخوان المسلمين إنما باب الجماعة هو المرشد العام لإخوان المسلمين الذي انتخبه أفراده وليس من حق أحد أفراده وليس من حق أحد أن يتولى مهمته لماذا هذا الإصرار على بقاء المرشد في صلاحيات علمه بأنه بالسجن قد لا يتمكن من إطلاع على باقي الأمور كمن هو خارج السجن المرشد إنسان واعي يعلم تماما إذا أرد أن يحكم على أمره من الأمور لابد أن يطلع على كل تفاصيله ولا يمكن أن يغيب ويأتي إليه بقرار يقول له وقع عليه لن يوقع على هذا القرار إلا بعد أن يستشير ويعلم كل الوقاعة وإلا ما كان منتخبه الإخوان المرشداني يعني قد لا يفهمها البعض إنما هذا هو خطنا منذ أيام الإمام البلاي طب بناء على هذا الكلام أفهم من سياق حديثك أن هناك مسؤولين في سلطة الإنقلاب يتواصلون معكم حاول بعضهم التواصل من الذي يتواصل وما الذي يريدونه ليس من حقي إن أنا أقوله من حقي من إذن من حقي أن يعلنهم عن أنفسهم يعني هؤلاء المسؤولين السريين في المؤسسة العسكرية يحاولون الاتصال بكم وبغيركم من قيادات الجماعة لا لا يتصلون بالداخل طبعا في الداخل يتصلون بالقيادات بالداخل ما الذي يريدونه؟ يريدون محاولة لبحث الأمر كيف نخرج كيف يخرجونا من هذه الأزل هل قدموا مبادرات للحل؟ للأسف الشديد ما يقدمونهم مبادرات خاصة بالجماعة المسلمين أو بالوطن المصري أن يقال لا للإخوان وأن يقال الناس كلها حتى يعني وصلتنا بعد يعني حتى أكون صادق يعني وصلتنا بعد محاولات هنا إلى لندن؟ إلى لندن نعم يعني هناك من تواصل معكم في لندن؟ يعني بهذا التعبير نعم إنما أقول إنه إنما القول الوحيد لنا أن ما يخص جماعة الأخوان المسلمين هو المرشد العام الأخوان المسلمين وما يخص الوطن هو الرئيس محمد مرسي إنما هم يقولون سلموا بما لدى الإخوان المسلمين وسلموا بالانقلاب وسنفرج وسنعطيكم مجالس يعني أعضاء في البرلمان مثل هذه الوعود التي لا نرضى بها لا نبيع شرفنا على شرف بلادنا والأعراضنا بهذا العائد الدنيا نحن لم نقم لنكون أعضاء في مجلس النواب حتى وزراء أربع أو خمس وزراء كما يقولون في بعض الأحيان إنما يقولون هذه الجرائم التي تمت من مسؤول عنها لابد أن تعود الشرعية مرة أخرى إلى مصر الرئيس المنتقب الشرعيين لابد أن يعود الدستور الذي استفتي عليه الناس لابد أن يعود المجلس الشرع الذي استفتي عليه الناس لابد أن يعود وأن يعود المسار خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس محمد مرسي وحاول الجرال السيسي بعده استنساخها نقول أن تعود هذه الشرعية للشعب المصري ثم يأتي بعد ذلك لماذا أشعر أنك تحاول أن تحيط أمر تواصلهم معكم بسرية شديدة؟ هل أنتم أحرص منهم على أنفسهم في مسألة التواصل أمر بسيط حتى لا تصبح أمر بسيط يقولون يعني يأتي الرجل ما الذي يأتي؟ شو صفته على الأقل؟ هل هو مسؤول؟ هل هو مندوب؟ هل هو وسيط؟ يعتبرهم وسطائي وسطاء أجانب وسطاء عرب وسطاء محليين؟ يعتبرهم وسطاء وخلاص يا أخي يعني من حقنا أن نفهم وأن نعلم حتى نفهم كيف تدار الأمور هل لجأ قادة الإنقلاب لوسطاء أجانب في التواصل معكم؟ هل لجأوا لوسطاء؟ هل هو متابع لما بدأت به كاترين أشتر؟ يعني أحياني أقول أن صاحب العقلي لابد أن يدرك ما هو مضمون الرسالة وما هو الهدف منها وما هي الضمانات التي تأتي أحيانا خفية في هذه الرسالة ندرك أن من يأتينا أو من أتانا مرة هنا ومن يأتي لإخواننا في الداخل أنهم بصفة لا يمكن أن يتحدثوا بغير أن تكون عندهم ضوء أخضر من الإقلابيين إنما هذا الكلام معروف يعني يدرك في عمل السياسي والأمور لم تنتهي الأحداث لم تنتهي لم ينتهي مسارها حتى يقال كل ما فيها إنما نقول نؤكد أنه لا حوار مع هؤلاء الإنقلابيين قبل عودة الشرعية تشعر أن هناك حرص على تجنب القيادات المعتقلة في داخل السجون بما فيها الرئيس محمد مرسي بما فيها المرشد العام والحرص على تواصل مع منهم خارج السجون هم يحاولون تغييب الإخوة في الداخل وتغييب الرئيس محمد مرسي عن الإحلاز التي تحدث في الخارج حتى يقال لهم أن الأمور انتهت وأن الشعب استسلم وأن الأمور الدنيا موافقة وأن العالم كل وافق على هذا الإقلاب وأنه لم يعد لكم أمام خيار آخر غير أن تقبله فهذا التغييب الحقيقة عما هو في الداخل أعتقد خيانة للخارج أن يقول فيه كلمة في هذا الأمر كلمة لابد أن تأتي القيادة الموجودة في الداخل كلها تعلم الأمر على حقيقته ثم بالشورى يتم اتخذ القرار إنما يأخذ هذا الأمر ثم أيضا ليقال أيضا أن هناك فشل وهناك يعني هذه الاستوانة هذه الحملة الإعلامية الكاذبة الدك الإعلامي الكاذب أيضا بيعمل تشويش مدام أن هناك تفاوض لماذا لا تناورون ضمن مساحة هذا التفاوض فتطلب القيادات في الداخل لقاء تلك القيادات في السجون والتشاور معها حتى منها يطمأن عليها ومنها ينقى الكلام على لسانها للخارج وتصبح هناك مسألة من المناورة السياسية معهم اسأل الله العافية نحن نعلم هؤلاء العسكر ونعلم من دوبيهم ونعلم أولئهم من أمن الدولة ومن البوليس السري يأتيك قاتل ويعطيك من اللسان حلاوة وتتعلم أنه قاتل يعني كيف تأمن له كيف تأمنه حتى على كلمة يعني هؤلاء القتلة يعني والذي ومنتهى البساطة رئيس الوزراء البلاوي المتعين الآن يقول أن هناك وحشية في التعامل وحشية لا بالقانون ولا بغيرها الوحشية أين معناها في القانون أين أن تتعامل بالقانون مع شعب سلمي مع مظاهرة سلمية تقول أن هناك وحشية وهناك قتلة ثم يتهمون القتلة بأنهم كانوا يحملون السلاح ولا يوجد سلاح يعني نحن خبرتنا مع هؤلاء العسكر ومع من يعمل مع أذنابهم الذين يزيدون عليهم في السوء نعلم تماما هؤلاء الناس لا يؤتمنون على كلمة ولا يؤتمنون على اتفاق ولو تصور أحد منا أن هؤلاء يؤتمنون على عهد يكون فقد عقله هؤلاء يؤتمنون هذه ليست ليست مصلحتهم مصر يسادي المتسادة في هذا الأمر كله أن تفقد مصر استقلالها وأن تفقد مصر هويتها التواصل مع قيادات للجماعة في الداخل من بقي من قيادات الداخل ولم يعتقد نحن لا نتواصل بالإعلام مع أسماء إلا محمد علي بشر عمر الدراج وأنا أتسأل لماذا مدام هؤلاء قيادات معروفة وبعضهم سلهم مناصب حكومية من قبل لماذا لم يعتقلوا بينما اعتقل آخرون وحمزة زوبة المتحدث باسم الحرية والعدالة برأيكم لماذا هل هم أبقوا متعملين بعض؟ لاعيش في مصر حمزة زوبة لاعيش في مصر المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة لا ما هو 생 Chapter بالخارج بمذاقو أن أسف الشديد يعني حمزة زوبة ليس متحدثا باسم الحزب؟ حمزة زوبة ليس بتحدثاً الان بحزب الحرية والعدالة وأعيش في غارج مصر أنا دائماً نقرأ تصريحات فوسا لإعلام مختلفة وصلح حمزة زوبة باسم حزب الحرية والعدالة هو نشيط شوية هو نشيط ولكن حمزة زوبع ليس متحدثا باسم الحزب لم يعد متحدثا باسم الحزب الحرية هل فصل من ذلك أم أبعد أبعد عن منصبه بقرار من الحزب الحرية خالف تعليمات الحزب وخالف نحق الحزب في التصريحات فأبعد عن موقعه ولم يبعد من الحزب لا لم يبعد من الحزب فإذن تصريح على لسان إبراهيم مونير أن حمزة زوبع أبعد عن حزب وليس متحدثا باسم الحزب أبعد عن أن يكون متحدثا باسم الحزب فقط إنما بقي عضا في الحزب طيب برأيك لماذا الإبقاء على بعض القيادات دون اعتقالها هل هذه القيادات هذا السبب الذي أشرت إليه للتفاوض معها لعلهم يكون نقطة اتصال وإذن هم هؤلاء القيادات التي يتفاوض معهم حاليا قد يكونون هم وقد يكون غيرهم ومناء عليه كان اجتماعهم مع هيكل يعني اجتماعهم مع اجتماع محمد حسنين هيكل لماذا تم نفيه ثم تم تأكيده لم ينفيه أحد ما الذي خرجتم بهما لم ينفيه أحد هم قاء بواسطة أحد الوطنين الشرفاء في مصر قاء بواسطة لأن هيكل اتهم الإخوان أنهم حرقوا قصره وحرقوا مزرعته بدل دليل فذهب عليه الأخوان الدكتور بشري ودكتور عامد الرق ليؤكدوا له أن هذا ليس نهج الإخوان على الأطلاق لا في السابق ولا في اللاعق حتى لو كان هيكل واخد خصومة وعداء وهو الذي تأكد أنه خلف هذا الكلام هذا سؤالي ما هو دور محمد حسنين هيكل برأيكم بالنسبة للسيسي وبالنسبة لهذا الإنقلاب هل هو فعلا من كتب للسيسي خطابه؟ والله لا أدري ما الذي كتب للسيسي خطابه؟ شيء بين السيسي والذي أعرفه بالتأكيد حسب معلوماتكم؟ لا ليس لدي معلومات من اليقين إنما بكل الشواهد تقول أن هيكل له دخل في تحرك الجيش وفي نصائحه للقوات للجنرال السيسي كل الشواهد تؤكد ذلك نعم تأكيد هذه معلومة لا ينكرها الأستاذ هيكل ولا غيره أنا بس في إضافة من عندي هذه الإضافة تقول أن محمد حسنين هيكل كان هو الرجل الثاني في عهد جمال عبد الناصر طوال عهد جمال عبد الناصر هذا رأيي من زمان ورأيي كثيرين من الإخوان من زمان والدليل ما قاله هيكل نفسه في أحد اللقاءات على إحدى الفضايات المصرية أنه عندما حدثت مصيبة 67 وأعلن عبد الناصر أنه ستنحى أعطى الأوامر لوزير الدخلية وزير الدفاع وزير الإعلام ورئيس البرلمان وكان رئيس البرلمان في هذا الوقت أنهل السناد أن لا يتصرف أحد في الدولة عبد الناصر أغلق على نفسه وأنه اعتكف وأعطى تعليمات لكل أركان الدولة أن لا يتصرف أحد إلا بعد السأزان هيكل وبيعرض الأمر على هيكل واستثني نوابه اللي كانوا أعضاء في مجلسة الثورة واستثني الرئيس التالي له محمد أنور السلاد والذي كان أصبح نائبا له ولا استثنوا من أي اتخاذ أي قرار وظل القرار في يد محمد حسنين هيكل بتعبير عبد الناصر بقرار بتعبير بلسان هيكل وأسكن كانوا عبد الناصر وذلك يعني هيكل لم يفقد دوره طوال الفترة الماضية إلا في فترة قليلة عندما اختلف مع مبارك مبارك ليس في استطاعته ليس في قدراته العقلية أن يجاري شخص زي هيكل فأبعده لأنه بيجلس مع واحد بيقوله كلامه ومبارك ومعنا مرة أخرى هذا الدور هيك لم يترك دوره في مصر منذ أهد انقلاب 52 لابد من كلمة أخيرة محضتك عن رأيكم في مدى تفاعل الشارع الطلابي مع التظاهرات المؤيدة للشرعية ورافضة لانقلاب مع رابع أيام العام الدراسي أصنع الأمر واضح عندما يرسل ضباط جيش إلى مدارس الابتدائي ومدارس البنات لضبط الأمور وتخويفي الطلاب والطالبات واضح تماما أن هذا التفاعل آذى كثيرا الانقلاب العسكري وأصبحت صورة واضحة أمام العالم كله أنه فشل حتى بالنسبة لأولاد والتلاميج الصغار اللي بيرفعه شارة ربعة فيعتقلوا البنت ويضربوها تأتي بها المدرسة المعلمة أو الناظرة والناظرة وتطرابها وتؤذيها ثم تسلمها لضبط جيش أعتقد يعني وضع تماما هذا التفاعل يعني كيف وصل رفض هذا الانقلاب الخسيس إلى الأطفال العاديين الذين يرون ما يرونه من معاناة للشعب المصري في الغذاء والدواء والكساء وفي التعامل الأمن الفاحش والشرس مع الناس المعترضين وفي الاعتداءات الكمائن الموجودة الجيش والسلط والسلط ثم أنه هذا الانفاق السفيه الذي يصرف الآن على قوات الجيش والشرطة الموجودة في الشوارع وأثرت بالتالي بالسلم على حتى على الوقود الذي كان مفروض أن يوجه للكهرباء أصبح بيعطى الآن لقوات لأليات الجيش والشرطة التي تتحرك بالتعبير المصري على الفاضي في الشوارع لخافة الناس أشكرك جدا القيادي في جماعة الإخوان المصلمين وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الأستاذ إبراهيم منير ترجمة نانسي قنقر